وراء الأبواب المغلقة بحث مجلس الأمن الوضع الإنساني في اليمن عقد المجلس جلسته بناء على طلب من السويد وكرسها للاطلاع على أحدث تقرير قدمه إلى المجلس مارك لوكوك مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة الذي عاد من زيارة إلى اليمن أواخر الشهر الماضي في أعقاب الجلسة المغلقة لمجلس الأمن صرح لوكوك لصحفيين بأنه حذر في إفادته للمجلس من أن عدم سماح التحالف بوصول المساعدات لليمن سوف يتسبب في أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود طويلة ضحاياها بالملايين وشدد المسؤول الدولي على أن وصول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ لم يكن كافيا حتى قبل الإجراءات التي أعلنت من قبل التحالف في السادس من نوفمبر ودعا إلى الاستئناف الفوري لرحلات الأمم المتحدة وغيرها من رحلات المساعدات إلى صنع وعد سفر إيطاليا لدى الأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن في شهر نوفمبر الجاري أوضح من جهته أن المجلس عبر عن قلقه بشأن الوضع الإنساني وأن أعضاء مجلس الأمن أكدوا أهمية استمرار عمل جميع موانئ ومطارات اليمن بما فيها ميناء الحديدة باعتبارها شرايان حياة مهم للدعم الإنساني وغيره من الإمدادات الضرورية الأمم المتحدة التي كانت قد علقت أنشطتها الإنسانية بعد إجراءات التحالف دعت عبر أمينها العام أنطونيو جوتريش خلال حديث له مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وقت سابق من يوم الأربعاء دعت إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية دعوة يبدو أنها لاقت استجابة جزئية تمثلت في قرار التحالف بالسماح باستئناف العمل في ميناء عدن أكبر موانئ البلاد وذلك بناء على تصريحات لمسؤول في الميناء ليوكالة رويترز معادلة الحرب في اليمن ليست عادلة فالجمود السياسي والعسكري في ظل قبضة الحصار يقابله تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية وتلك هي المشكلة اشتركوا في القناة